الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم في هذا المقطع القصير مثال بسيط جدا عن القيم المتلى أو ما يسمى optimization with an example على بركة الله نبدأ لنفتر وجود الدالة الآتية هذه الدالة f of x and y تساوى 2x تربية ناقص 2x y زائل 2y تربية زائل 6x إذن الآن هذه الدالة تعتمد على متغيرين مستقلين x و y تساوى 2x تربية ناقص 2xy زائل 2y تربية زائل 6x الآن الشرط الأول رقم واحد لأنه فيه عندي أكثر من الشرط حساب المشتقل الجزئي الأولى بالنسبة للمتغير الأولى مساواتها بالصفر إذن الآن نحسب المشتقل الجزئي الأولى بالنسبة للمتغير الأولى وهو x و نسويها بالصفر إذن الآن f هاي الرمز يعني الذي نستخدمه عن f sub x وباكس تساوى 4 الآن هاي من في 2 ساوى 4 تصبح الآن 4 سالب الآن تذهب هذه x فيبقى سالب 2y زائل الآن هذه تذهب صفر زائل 6x هنا تصبح 6 و نسويها بالصفر إذن هاي الشرط الأول الشرط الأول رقم 2 حساب المشتقل الجزئي الأولى بالنسبة للمتغير الثاني ومساواتها بالصفر كذلك فهذه الآن نحسب المشتقل الجزئي الأولى بالنسبة للمتغير الثاني وهو y فf sub y لأن x في y تساوي الآن سالب 2x لأنها تذهب صفر طبعا هنا صفر الآن نشتق هذه بالنسبة ل y فهذه تذهب صفر يبقى عندي سالب 2x تروح 1 فإذن سالب 2x زائل 2 الآن 2 في 2 4y فزائل 4y هذه صفر تساوي صفر إذن هنا المشتقل الجزئي الأولى هي sub f عفوا f sub x تساوي 4x سالب 2y زائل 6 تساوي صفر وf sub y تساوي سالب 2x زائل 4y تساوي صفر إذن الآن قمنا يعني حققنا أو قمنا بالإفاء بالشرق الأول رقم 1 الشرق الأول رقم 2 الآن آخر نتيجة كانت كما يالي هذه المعادلة الأولى هذه المعادلة الثانية اللي هي المشتقل الجزئي الأولى بالنسبة للمتغير الأول المشتقل الجزئي الأولى بالنسبة للمتغير الثاني لدينا معادلتان آنيتان الآن نقوم بإيجاد القيمتين الحرجتين critical values التي تجعلان الدالة تصل إلى نهاية نهاية عظم أصور لا ندري أو نقطة سرج أو لا شيء مما لا شيء مما ذكر لا شيء يمكن تحديله فالآن نقوم بالحل من المعادلة الثانية هذه المعادلة الثانية لاحظوا لي سالب 2x زائد 4 و 1 ساوي صفر هذا يعني 4 و 1 تساوي 2x هذا يعني أنه x تساوي 2y لاحظوا لي 2y بتعويض قيمة x تساوي 2y في المعادلة لرقم 1 نحصل على ما يري سبحان الله الآن 4 اللي هي هذه المعادلة رقم 1 4y سالب 2y عفوا 4 سالب 2y زائد 6 تساوي صفر نقوم بالتعويض عن x ب هنا 2y وبالتالي سالب 4 في 2y بدل x سالب 2y سالب 6 تساوي صفر هذا يعني أنه 6y تساوي سالب 6 أي أن y تساوي سالب 1 وهي القيم الحرجي الأولى للمتغير اللي هي المتغير الثاني قيمة سالب 1 التي تجعل الدالي تصل إلى شيء ما الآن آخر نتيجة بتعويض الآن هذه القيمة في ماذا في x تساوي 2y هنا أوكي بتعويض قيمة y هذه في x تساوي 2y نحصل على x تساوي 2 في سالب 1 وتساوي سالب 2 إذن الآن القيمتان الحرجتان التي تجعلان الدالي تصل إلى نهاية أو أي شيء الآن سنتأكلم ما هي النهاية أو نقطة السالب أو ربما أو نقطة انقلاب فهما قيمتان x تساوي سالب 2 و y تساوي سالب 1 الشرط الثاني الآن نقوم بحسام المشتقل جزئي الثاني بالنسبة لكل متغير ونختبر إشارة كل مشتقل الآن لاحظوا هنا f sub x كانت هكذا عندما نشتق الآن بالنسبة لx ثاني مرة فكانت f sub x x تساوي 4 لأنه هذا يذهب صفر هذا صفر يبقى عندي 4x إذن الآن لاحظوا الإشارة أكبر مصفر معاته إشارة المشتق الجزئية الثانية موجبة لأنها تساوي 4 فوق صفر والآن المشتق الجزئية الثانية بالنسبة للمتغير الثاني هذه المشتق الجزئية الأولى نقوم باشتقاقها بالنسبة ل y ثاني مرة فتساوي لاحظوا f sub y y تساوي 4 سبحان الله أن الدالي وصلت إلى نهاية صغرى عند القيم الحرج التي سالب 2 وسالب 1 كي نتأكد أنها نهاية صغرى أو خلال ذلك يجب علينا أن نقوم بالحساب المشتقة التقاطعية الأولى بالنسبة ل x y أو y x لأنهم متشابهتان أو متساويتان من حيث القيمة الآن الشرطة الثانية تقوم بحساب كما ذكرت المشتقة التقاطعية الأولى بالنسبة لأكون متغير تكون مشتقتان متساويتان كما يأتي الآن f sub x الآن نشتقها هذه بالنسبة y ونشتق هذه بالنسبة هي بالنسبة y الآن تساوي سالب 2 ثم الآن f sub y هذه الأولى نشتقها بالنسبة x تساوي سالب 2 بما أنها أقل من 0 الآن يجب أن تكون هذا الشرط الأخير حاصل ضرب الآن المشتق الجزئي الثاني بالنسبة المتغير الأول المضروبة في المشتق الجزئي الثاني بالنسبة لأن المتغير الثاني يجب أن تكون أكبر من مربع يعني هذه أو هذه لأنهم متشابهتان أكبر من مربع f sub x f sub y طبعا إشارة سالبة هنا فلذلك تصبح تربيع السالب سالب حسبناها بأنها تساوي أربعة و f sub y y تساوي أربعة و f sub y x تساوي سالبة 2 وتساوي f sub x y فإن أربعة ضرب أربعة أكبر من مربع سالبة 2 ما يعني بأن الدالة وصلت إلى نهاية صغرى عندي القيمتين حرجتين x تساوي سالبة 2 و y تساوي سالبة 1 أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبت وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته